في غضون تعهدات العراق السابقة بالحفاظ على الدولار وعدم تهريبه إلى الخارج هددت واشنطن بغداد بعدم الحصول على العملة الصعبة في حال نكث بالوعود وبناء على ما تردد داخل الأروقة الأمريكية فأن الشهر المقبل سيشهد أحداثا كبيرة مؤثرة بالمشهد السياسي العراقي ترتبط بجوانب سياسية عدة داخلية وخارجية أهمها صدور عقوبات جديدة تستهدف أرصدة سياسيين عراقيين في الخارج وقد تتضمن اتهامات بالإرهاب لبعض القيادات وذلك على خلفية اكتراثهم بعواقب تهريب الدولار إلى إيران عبر حوالات مالية تتم بصفاقات مشبوهة